بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ويقول تعالى إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لآيات لقوم يتقون ويقول سبحانه وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا مر عام ماذا قدمت مر عام ماذا قدمت لدينك ماذا قدمت في صحيفتك ماذا قدمت لعملك ماذا قدمت لأسرتك ماذا قدمت لنفسك ماذا قدمت لمجتمعك لأمتك وسوف تسألون فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون نبينا عليه الصلاة والسلام يعلمنا أننا سنسأل عن الوقت الذي يمر علينا سنسأل عن يومنا عن الساعة عن الدقيقة عن اليوم الذي يمر هكذا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ الوقت نعمة الصحة نعمة اغتنمها بطاعة مولانا اغتنمها في عبادة الله جل وعلا قدم لنفسك خيرا قدم لمجتمعك خيرا قدم لأسرتك خيرا سنسأل أمام مولانا عن عمرنا لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه فما الواجب علينا الواجب علينا أن نبادر وأن لا نسوف الواجب علينا أن لا نؤجل أعمالنا الواجب علينا أن نكون أصحاب همم عالية قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنة ويمسي كافرا يمسي مؤمنة ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا ألا فلنجدهد ألا فلنكن أصحاب همم وإرادات قوية وعزائم صلبة قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يحب معالي الأمور ويكره سفسافها والكيس كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام الفطن الذكي لا يمر الوقت عليه هكذا وإنما يستثمر وقته يستغل وقته يقدم للمجتمع كل نافع لنفسه لأمته الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني سنحاسب سنسأل أمام الله عام مضى ماذا قدمنا قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان أنت أمام مولاك ماذا قدمت فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر يساره فلا يرى إلا ما قدم وينظر أمامه فلا يرى إلا ما قدم فاتقوا النار ولو بشق تمره وفي رواية فينظر أمامه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمره يقول الله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر وهنا وقف جميل ما لهذا الكتاب حاضرا بما فيه ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ارجع إلى ربك خطط لحياتك استثمر وقتك سترى عون الله سترى معية الله اللهم وفقنا وارزقنا واحفظنا واحرسنا واسترنا واجعلنا في عنايتك يا الله وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وعلى آل البيت الأطهار وعلى الصحب الأخيار جزاكم الله خيرا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة